لتعليق على الموضوع الضمبوليين عبر الهاتف في اسطنبول عضو الهيئة العامة لمؤتمر فلسطيني الخارج الأستاذ ماهر شاويش علمكم أستاذ ماهر إلى هذه الجولة الإخبارية فلسطين تسلم رسميا طلب الإحالة إلى الجنايات الدولية ضد جرائم الكيان الصيوني المستمرة ضد الشعب الفلسطيني بداية كيف ترى هذه الخطوة من قبل السلطة الفلسطينية؟ لا بحيات الله أشهد الكريم لا بد أن نثبت قضية مهمة لأن شعبنا الفلسطيني حقيقة ناضر على مدار 100 عام من 2017 وحتى الآن في عندك مستويات في مستوى التكاح المسلح العسكري في مستوى المقاومة الشعبية السلمية وفي مستوى لضالة دبلوماسية لا شك هذه الخطوة هي في حيز الخيار لضالة دبلوماسية ضمن المحافل والمنابر الدولية من حيث المبدأ هي خطوة تثمر وخطوة جيدة في الاتجاه الصحيح وتحتاج إلى المراكمة عليها لأنه حقيقة ليس أقل أو بالحد الأرض يجب أن يكون هناك نوع من المشاغلة لهذا العدو الإسرائيلي ويجب أن نثبت أيضا حقوقنا في المحافل الدولية وفي المنابر الدولية هذا جزء من هذا الجهد الذي يصبت هذا الاتجاه هو محموز ومطلوب حتى نستطيع أن نثبت قضيانه وحتى تنقل قضية فلسطين حاضرة بكل مظلويتها وكل عدلتها في المحافل الدولية والمنابرية أستاذ ماهر إلى أي مدى يمكن أن تحد هذه الخطوة من انتهاكات الاحتلال ضد الفلسطينيين برأيك؟ يفترض أن تحد فيما إذا كان سعلا هناك نوع من الإجماع الدولي وهناك نوع من الرغمة الدولية لدى المجتمع الدولي من أجل أن يكتف لحقوق اللاجئين الفلسطيني لحقوق أبلاء شعب الفلسطيني بشكل عام لكن مع الأسف أنا أعتقد ليس هناك تم استقل كبيرة في إرادة المجتمع الدولي لأن حقيقة هذه الإرادة مكبلة وهير محررة لكن لا نستطيع إلا أن نفعل ذلك كفلسطينيين حتى كما أشرف تبقى قضية محاضرة هناك إشكالي أصلا في تركيب المجتمع الدولي أنا بتقديري ككل في هذه المنظومة التي تقود مجلس الأمن ضمن خمس دول هي التي تسيطر ومقية الدول يعني لا تستطيع أن تفعل شيء الدول التي تمتلك البيت هي التي تستطيع أن تحسب أي قرار سلما أم إيجابا لكن لا نستطيع أن نرغب عن هذه المحافل الدولية لابد من بدل جهد التراكمي في هذه المحافل حتى نحاول أن نقدم روايتنا الحقيقية لكل هذا العالم وبكل اللغات الرواية الحقيقية لما جرى لأبناء شعبنا الفلسطيني ليس فقط في مصيرات العبد من 30 مارس وإنما منذ وعد منفر المشؤوم وحتى الآن هناك تمت رواية تاريخية وحقيقية يجب أن يقدمها أبناء شعبنا الفلسطيني بدبلومايسيح بعسكرية بمقاومه الشعبيين يجب أن تقدم هذه الرواية ويجب أن يسمع العالم منها ولا يسمع عنا بهذه المحافل في سياق كيف ترى مشروع القرار الكويتي في بجلس الأمن بشأن توفير حماية دولية للفلسطينيين وفي ضل حضور القضية الفلسطينية شعبية ودولية هل هناك برأيك من الممكن أن يمرر مشروع القرار؟ هذا أولا من حيث المبدأ جهد مقدر لدولة الكويت في إطار عضويتها غير عضويتها غير الدائمة والمؤقتة في مجلس الأمن الدولي هذا جهد يقدر حقيقة وهو بسعى حقيقة تحاول من خلال دولة الكويت أن تنصف الشعب الفلسطيني وأن تنصف القضية الفلسطيني لأنه حقيقة هناك تمت استهداف مفرط للقوة وكبير وهناك استهداف في أجزاء محددة من الجسم يعني غايتها حقيقة يعني إحداث أكبر إضرار في أفناء شعبنا الفلسطيني ووجود 117 شهيد حتى الآن منذ بداية مارس آذار الماضي ووجود حوالي 13 ألف جريح يثبت ذلك بملايدة مجال للشر الآن القرار حقيقة نقدم منذ منذ أسبوع تقريبا والآن هناك محاولات تجارية لبحثه من كل الدول وربما الجديد اليوم أننا بريطانيا حاولت أن تستصل حول هذا القرار وإمكانية تطبيقه والموازنات التي يحتاجها وكثير من التفاصيل حوله والقرار حقيقة ليس فيه فقط يعني بحث لموضوع الحماية الدولية وإنما فيه بحث لقضايا أخرى على رأس حالتنا لرفع الحصار على قطاع غلزة هذا الحصار الضالب وصلت الفكرة أستاذ مهر شاويش عضل هيئة العامة لمؤتمر فلسطينية الخارج كتماعنا عبر الهاتف شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك